طرحة نارد أقول لكم عليها لكن معنا واحد من المواهب في المغرب العربي واحد من اللاعب الكبار اللي دايماً ليه بصمة ولعيب جداً جداً كابتن محسن يجور بأكتر لاعب عربي مسجل فيه البطولات الأفريقية تخطى نجمنا أبو تريكا وقرب من كابتن محمود الخطيب نقص له أربعة جوان كابتن محسن يجور أهلاً بيك الله يدعك فيك وأهلاً مشاهدين الكرام والكابتن معك في الستوديو أخبارك ايه كله تمام؟ الحمد لله والله أخي الله أخي الله أخي الله دايماً كده يعني بتمتعنا بالمواهبة كبيرة بتاعتك شفنا أهدافك يعني ما شاء الله يعني الدين في العتائي ما بتهمتش كنت متقلق في كاس العالم للأندية مع نادي الرجاء وفي أي محطة بتنتقل لها بيكون لك بصمة كبيرة جداً مع النادي اللي بتلعب به أكيد يعني أي لعب يتمنى أنه فريقي لعباء الأزداد يعني في القرص ما يعني هو يمتع الجمهور اللي يتابه أكيد أن كل لعب يعني يتجمعه يعني اللي بتتبه ينتعه فلدي دائماً أنا يعني هم جريد بتاوي وفحار دائماً ستاحاً يعني الرياضية بتاوي ويوم مثلاً للجمهور اللي يتابه في حرق دياني ودفع في بلدية تمام كابتن محسن يعني أنت هدف تحس إن إحنا بنشوف هدف بالفطرة يعني ماكينة أهداف ما شاء الله يعني في كل محطة زي ما قلت بتروحها هل ما جالكش عروض من مصر الأهلي الزمالك الأندية يعني خلاص مش شايفة بوحسن ياجور اللي بيتقالك بشكل كبير جداً ساكدنا بالعكس أنا جاتني كانوا دي عروض يعني في الأهلي اللي في الزمالي كبر أنه تمت 2015 أو 2016 كان عروض لي من الأهلي كنت طريق جداً من تحق بالفريق الأهلي لكن طبعاً تفاصيل صغيرة دي لخداتني أنه من تعقش مع الفريق وكان عدة عوامين من هالثورة اللي كانت في مصر لذلك يعني رضونا حتى بعد عوامين مليين خدتني أنه من تعقش وكذلك الزمالك نظر أنه قبل سنة أو سنتين كانت في الفريق أنه تعقش مع الفريق لكن اللي بيتقس الأخير يعني رضونا الأمور ما تنبش لآخر لحظة الأمور يعني عيدة عديد من ما ينافت فرق كبير أنت كم سنة ذواتيك؟